نشب حريق بمقر مدرية أمن الإسماعيلية في مصر حيث تواصل قوات الحماية المدنية المصرية محاولات السيطرة على الحريق وأفادت مصادر طبية بوقع 15 مصابا حتى الآن جراء الحريق بمقر مدرية الأمن هذا ودفعت القوات المسلحة المصرية بسيارات الإطفاء لموقع الحريق كما أعلنت وزارة الصحة المصرية الدفع بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق للتعامل مع الإصابات بحريق مدرية الأمن كما أفادت مصادر طبية مصرية لنحالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات بحريق مدرية الأمن اشتركوا في القناة